السلام عليكم اهلا بكم في كورشي جانا انه هفده هنعمل مع بعض مفاعش صغيرة بشكل جديد المفاعش ديات ممكن تستخدميها قواعد اكواب وكمان ممكن تستخدميها قدر كور شكلها جميل جدا وفي نفس الوقت سهلة جدا هنشتغل خطوة خطوة وان شاء الله تعجبك لو عجبتك اعمل لايك ومشاركة مع الاصدقاء ولو جديدة معنا اعمل اشتراك وفعال الجرس عشان يوصل للك كل جديد ان شاء الله نبدأ باسم الله اول حاجة هعملها للحلقة السحرية بعد كده هاخد اتنين سلسلة ومن داخل الحلقة هياخد ثمانية نص عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد كده هشد الخيط عشان نقفل الحلقة ويجي في اول جفزة هاخدها منزلقة وتبقى دي ات عندي تمانية نص عمود بعد كده هاخد اتنين سلسلة واخد لفة على الابر من الجفزة الاولى هياخد خمسة عمود بلفة واحد اتنين واخد خلط البداية معي اتنين تلاتة اربعة خمسة ووسع الخيط بالشكل ده وابروح على اول عمود عملته وادخل واسحب الخيط بالشكل ده بقيت اعمل زل في شرح ناخد ايه اتنين سلسلة وفي الجفزة اللي بعدها خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسحب الخيط بالشكل ده وابروح اول عمود واسحب الخيط باخد اتنين سلسلة وابروح على الورزة بقى من تلاتة ااخد فيها خمسة عمود وبعدين اعملها في شرحة هيتكون عندي تمانية ورزة الفشار ونبجع في نهاية السطر انا كده خلصت الدور بقى عندي تمانية فشارة بعد كده باخد اتنين سلسلة وفي القفلة بتاعت الفشارة الاولى باخد منزلك وكمان سلسلة عشان ارص الخيط بقيت عندي بالشكل ده بعد كده باجي في اي فراج من الفراجات ديت بدخل الخيط الابيض باسحبه بالشكل ده وباخد اتنين سلسلة واحد اتنين بعد كده في نفس المكان باخد خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وباسحب الخيط بالشكل ده وباجي في اول عمود انا اخدته وبدخل وباسحب الخيط بعد كده اتنين سلسلة وراحد اتنين وفي نفس الفراج باخد جبزة فشارة تانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وباسحب الخيط وبقى رفع اول عمود عملته في الخمسة وبدخل وباسحب الخيط بالشكل ده واتنين سلسلة وهبروح على الفراج اللي بعده اخد اتنين فشارة واللي بعده اتنين فشارة يبقى هيبقى في نهاية الدور ده المفروض يبقى عندي ستاشر جبزة فشارة ونرجع ثاني بعد ما يخلص الستاشر خلصت اللون الابيض وكمان قفلته بمنزلكة وقصيت الخيط جبزة من الجبز ديت واسحب الخيط بتاعي اللون الجديد وهركو التلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة بعد كده هشتغل اربعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة وهازحب الخيط بالشكل ده وابروح على اول عمود واسحب الخيط عشان اكون جبزة فشارة بعد كده باخد اتنين سلسلة واحد اتنين هروح الفراج اللي جنبه على طول واخد اربعة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اربعة واسحب الخيط وروح على اول عمود واسحب منه الخيط كده عشان اقفل الفشارة واخد اتنين سلسلة وفي نفس الفراج وفي نفس الفراج هشتغل وابزة فشارة واحد واحد اتنين تلاتة اربعة هسحب الخيط كده وابروح على اول عمود واسحب منه الخيط قفلت معايا وابزت الفشارة بعد كده اتنين سلسلة واحد فراج اللي بعده هشتجل اتنين وابزد فشار. واحد اتنين تلاتة اربعة. روح الى اول عمود واسحب الفيات. واثنين سلسلة. وفي نفس الفراج باشتغل وابزد فشارة تانية. اول عمود. تاني. عمود. تالت عمود. رابع عمود. واخرق من الخيط كده وبعدين اروح على اول عمود. واسحب منه الخيط يبقى كده كونت اتنين فشارة. واخد اتنين سلسلة. وابزد الفراج اللي بعده هشتغل اتنين فشارة. اول عمود. تاني عمود. تالت عمود. تاني عمود. رابع. عمود. واهرقب بالشكل ده. وبروح الى اول عمود. هدخل بالقبرة. وادخل في الحلقة اللي انا سبتها. واسحبها منه. بالشكل ده. بعد كده اتنين سلسلة. واحد اتنين. وفي نفس الفراج باشتغل الفشارة التانية. واحد, اتنين, تلاتة, اربعة. اخرج بالشكل ده وارروح لأول عمود. اسحب الخيط بتاعي. اتنين سلسلة واحد اتنين. الفراج ده هشتجل فيه جبزة واحدة من الفشار. يبقى انها هنا اشتجلت في الفراج ده الاولاني جبزة فشارة. الفراج التاني اتنين. في الفراج التالت اتنين. في الفراج باربع اتنين. هنرجع تاني نعيد اول فراج هنا هيقابلنا. هنشتجل فيه جبزة واحدة. بعد كده تلات فراجات هنشتجل فيهم اتنين. وبعدين بربعة هنشتجل فيها شابعة واحدة. يبقى احنا مشيين. ربزة ما فيهاش تزايد. تلت ربز فيهم تزايد. واحد اتنين تلاتة. هنشتغل فيهم تزايد. خلصت اللون الاحمر بالشكل ده. اهو. عفلت الدور كمان. هبدأ الدور الجديد واحدة سلسلة. وفي الفراج ده هاخد واحدة حشو. واللي بعدها منزلقة كده. وبعدين سلسلة. ويجي في الفراج اللي بعديه اكرر تاني. حشو. منزلقة. وسلسلة. والفراج اللي بعديه حشو منزلقة سلسلة. لحد ما نخلص الدور. وده هيبقى معنا اخر الدور باللون الاحمر. ونفجح تاني عشان نشوف هنا اعمل ايه. اول الحاجة بعملها عقدة البداية. بعد كده بشتغل ستة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة. باخد تلات لفاتة على الابر. وبروح على اول سلسلة. وبسحب منها الخيط. بعد كده باخد لفة على الابر وبخرج من اتنين. ولفة على الابر وبخرج من اتنين. ولفة على الابر وبخرج من اتنين. بيتكون عندي حلقة. بعد كده بشتغل تاني. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. باخد تلات لفاتة على الابر. هنا عندي في الافلة بتاعت العمود اللي انا خدته. هنا اهو. الختين دولت بدخل فيهم كده من الامام. وبسحب الخيط. وبعد كده باخد لفة وبخرج من اتنين. في اتنين. في اتنين. تكونت عندي تاني حلقة. انا عايز زرهم اربعة عشر حلقة. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. تلات لفات على الابر. هنا في القفلة بتاعت العمود بتلات لفات. العمود اربو تلات لفات اللي انا بقفله هنا. عندي الامام كده. بدخل في الختين بتور. وبسحب الخيط وبعد كده لفة وبخرج من اتنين. في اتنين. في اتنين. في اتنين. تكون عندي اربع دوايب. زي ما انتم شايفين حلقات. اربع حلقات. احنا هنعود نكبر كده لحد ما نوصل لاربعتاشر حلقة. ونرجع تاني. انا كده اشتغلت اربعتاشر حلقة. هرجي بعد كده. هبدفع سلسلة واحدة. ومن داخل الفراج هيخد عشرة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. بعد كده هدخل على الحلقة اللي بعدها على طول. وهشتغل عشرة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشو. والحلقة اللي بعدها عشرة حشو. يبقى انا في كل حلقة هشتغل عشرة حشو. هتبقى بالشكل ده لنهاية الدور. لنهاية الحلقات بتاعتي. وبعدين نبجي نشوف هنعمل ايه. وصلت لنهاية الحلقات. اشتغلت. على الجهة الاولى. كل جهة نشتغل فيها عشرة حشو. دي الجهة الاولى اشتغلنا عشرة حشو. كده وصلنا الاخر حلقة. نبدأ نشتغل في الجهة التانية. نبدأ العشرة حشو. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. ونبدأ نروح للحلقة اللي بعدها. طبعا بناخد الخيط بتاع البداية خالص معنا عشان نتفيه في الشغل. هنروحها الحلقة اللي بعدها ونشتغل فيها برضو عشرة حشو. يبقى احنا كل حلقة بننقل فيها بنشتغل عشرة حشو. لحد ما نخلص الحلقات كلها. وبكده نكون خلصنا الوحدة الاولى بتاعت الدفيرة. انا كنت شغالة واحدة بمبي. بالشكل ده. هيبقى عندي الاتنين. في الاخرى هنعمل بيوم الدفيرة. اخلص البيضة وانا بجاء نعمل الدفيرة بتاعتها. شغلت الاتنين. واحدة باللون الابيض واحدة بالبمبي. بعد كده بجيبهم على بعد كده. عشان ابدأ اضفرهم. بعد كده بدخل البمبي ديات اللي فوق بدخلها كده. وببدأ من الحلقة ديت اعدي الابيض. بالشكل ده. وابجع تاني من الحلقة البيضة اعدي البمبي. وابجع اعيد تاني اعدي الابيض. تكونت عندي زي الدفيرة كده. هكمل لنهاية الدفيرة وانا يبجع تاني. فرطها للنهاية. اها. بقت بالشكل ده. جيت الاخر. هعمل ايه? الحلقة البيضة ديت. هعديها من البمبي تاني. واعدي الخيط بتاعي. اللي انا كنت سايبها. واروح النهاية التانية. بنفس الطريقة هعدي. البمبي. من البيضة بالشكل ده. انا عايزة لفها بحيس ان انا اقفلهم على بعض. هاجب الخيط اللي بيض ده. والحلقتين اللي بيض مع بعض بالشكل ده. وهقفل الحلقتين مع بعض. عشان اثبت الخيط. عشان لما اقصه. وهقصه كده. ودلوقتي هنثبت. البمبي مع بعض. نجيب الاتنين البمبي بالشكل ده. ونثبتهم هما كمان مع بعض. يبقى كده قفلنا الدايبة. وبعدين نقص الخيط. بقيت عندنا الدايبة بتاعت الدفياز بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ديات الاطار بتاع القاعدة بتاعتنا او مفرش بتاعنا. دلوقتي هنشبك الاطار بتاعنا. في القاعدة اللي احنا عملناها. احنا كنا عاملين هنا اللي هي وبزة حشو. ومنزركة. والسلسلة. الاطار في البفاية ده. هو ده اللي هنركب عليه. الاطار بتاع الدفير. من اي جهة بتدخلي. اثبت الخيط بتاعي بالشكل ده. بعد كده. في اللون البمبي. هو ده اللي هثبت فيه. ووجعتين اخيط كده. بحيث من اثبتهم بغبزة. وبنقل على الون البن بالناحية التانية. بالشكل ده. هثبت فيه. لحد ما خلص الاطار بكله. لو عايزة كمان بالخيط الابيض تسبتي. من جهة الابيض دي ما فيش مانع تسبتيها لحد ما تخلصي الاطار بكله. انا هثبت بنفس الطبيقة كده. في كل بمبي هاخد فيها وغبزة وغبزة. حد ما خلص الاطار كله. نبجي عن نشوف شكله اي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده. اتمنى الفيديو يكون عاجبك. لو عاجبك اعملي لايك. ومشاركة مع الاصدقاء. لو جديدة معنا اشتركوا في القناة. وفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشتركوا في القناة.